حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيسين عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم قال حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من نميرة فمر بنا ركب فقال أبي يا بنيكن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم فدنا ودنوتوا فكنت أنظروا إلى عفرتي ابطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سجد حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن قيسين عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي أقرم بالقاع قال فمر بنا ركب فأناخو بناحية الطريق فقال لي أبي أي بنيكن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم وأسائلهم قال فخرج وخرجت في أثره فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظروا إلى عفرتي ابطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما سجده قال حدثنا أبو نعيمين حدثنا داود يعني ابن قيسين قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي قال حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من نميرة قال فمر بنا ركب فأناخو بناحية الطريق فقال أبي أي بنيكن في بهمك حتى آتي هؤلاء الركب فأسائلهم قال دنى منهم ودنوت منه وأقيمت الصلاة فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معهم وكأني أنظروا إلى عفرتي ابطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا سجد